لا زال في يراوح طب ما الذي يجري في إسرائيل؟ لماذا هذا الاستعصاء في إخراج حكومة؟ لأول مرة إسرائيل لا تستطيع أن تفرز قيادات سياسية ويبدو أن هناك خلافات كبرى هذه النقاط ألا يجب أن نستغلها؟ وبننا تقول لنا شو اللي قاعد يصير في الداخل؟ يا سيدي من ذمان المفكرين العرب أو السياسيين بعض السياسيين كانوا يقولوا بأنه إحنا إسرائيل تناقضها موجود في نفسها في بنائها ولو أن بعض الناس بده يعني أنا بحلل مش عمالي بصدق على بحلل بقول أنه كان فيه تيارين فيه التيار الديني اللي عماله بقوة وفيه التيار العلماني الديمقراطي هذول يوما ما بسبب عنصرية الديني وبسبب المشروع الصهيوني ويهودية الدولة اللي بده يطرد كل السكان غير اليهود ويعمل دولة يهودية نقية هذا سيتضارب مع التيار الديمقراطي ويبدو أنه فيه بوادر لهالكلام هذا فإنت بتطلع الآن تل أبيب أماله بيصير مدينة أو مركز لليهود أو للإسرائيليين الديمقراطيين اللي معتدلين بينما القدس أم بيرتبوها لتكون المتدينين المتعصبين طبعا الجزء الثالث هو سكان المستعمرات مستوطنات هؤلاء الحكومة لحالهم ففيه تلت تلجة كانت مش مبينة مش داخلة لأنه كان فيه بيسموه خطر عليهم من فلسطين ومن الإرهاب ومن كذا الآن بطن مش موجود هذا فترخرخوا ورتاحوا صار بيقدروا يختلفوا على فيما بينهم بيقدروا فلكن كمان مرة أقول لك أنه لا تتفقلش كثير لأنه هاي أمور فيها أمور شخصية كثيرة يعني مش موضوع كله عقيدة وكله فمثلا جيتس قبل مع نتنياهو واتفق معه وأعطاه الاتفاق اللي تم إنه 18-18 لكل فريق وكنيسة بترأسها جاتس والحكومة نتنياهو ووصل اللي بده إياه فالقاتس بالتعبير العامي انضحك عليه بالمعيار الإسرائيلي أنا بحكي انضحك عليه وكل هالغلبة والثلاث انتخابات بالآخر أعطاه كل إشي وضحك عليه نتنياهو ولف ودار ومشاهده وهلأ يا خوفي يطلعوا آوت كمان بحتى بهاي فيه تطورات ولكن الأساس حطوه وهو قانون يهودية الدولة والقدس عاصمة موحدة هذا حطوه عندهم وحطوه عند العالم وحتى لو نجح الديمقراطي في أميركا شو اسمه ما كبرنا يا طالح بايدن لا شيخ الشواء بغض النظر المرشح الديمقراطي سواء بايدن أو أظن لا وصار بايدن فيش غيره حتى هذا أهل لن أغير شيء في له تصريح مشهور أنه لن أغير على وضع اشتركوا في القناة